تحل اليوم الذكرى السابعة والأربعون لإعادة الملاحة بقناة السويس بعد أن توقفت لسنوات وتظل قناة السويس شريانا رئيسيا للتجارة العالمية حيث أخذت القيادة السياسية على عطقها تطوير القناة بما يتواكب مع تطور الذي شهدته حركة النقل عالميا على متن السفينة السادس من أكتوبر كان مرور الرئيس الراحل أنور السادات من قناة السويس في الخامس من يونيو من عام 1975 إذانا بعودة الملاحة إليها بعد انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة عام 1973 قناة السويس تعرضت للإغلاق بسبب حرب عام 1967 والعدوان الإسرائيلي واستمرت مغلقة أمام حركة الملاحة لعدة أعوام حتى إعادة افتتاحها في مثل هذا اليوم عام 1975 وجاء موكب الرئيس السادات حاملا دلالات القوة حيث صارت القافلة المصرية تضم كاسحات ألغام ولنشات حربية في مشهد مشرف ساطع وعند وصولها إلى الإسماعيلية توجه الرئيس الراحل السادات إلى مبنى الإرشاد لإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إذانا بعودة العمل في أحد أهم الممرات الملاحية بالعالم أقول للعالم كله أننا نفتح قناتنا شريانا للرخاء شريانا للسلام شريانا للمحبة شريانا للسلام لا تفرق ولا أية عوائل بل من أجل الإنسان ومن أجل كرامة الإنسان ومن أجل رخاء الإنسان يقدم شعب مصر قناتنا وفي الذكرى السابعة والأربعين على إعادة افتتاح شريان الخير تشهد قناة السويس أضخم عملية تطوير وتنمية في تاريخها جعلها تشارف أفاق المستقبل بتنفيذ قناة السويس الجديدة مما عزز من حركة النقل البحري العالمي إضافة إلى تقليل زمن العبور كما يتم حاليا العمل على مشروع الزواج الممر الجنوبي للقناة لتصبح قناة السويس بالفعل هدية مصر للعالم تشهد قناة السويس بالفعل